اشتركوا في القناة المستوطنات اللي في الهوار الفلسطينية او الجولان باركلوا فيها شو دقلوا فيها هادي شرعيا دخلت في الامم المتحدة اراضي عربية محتلة تخضع لمعاهدات جنيف مفيش مجال للضم وغير الضم لكن اسرائيل بتضم من البدايات بس مش معترف فيه اطلاقا نعم حتى هذه اللحظة حسب معلوماتها وقراءاتنا حتى الصحف العبرية ان القوات المسلحة والاجهزة الامنية ما عندها خرايط ايش اللي بدو ينضم ومن وين وكيف واحداثيات مافي اجتماعات اللي صارت في واشنطن ثلاثة ايام وطلعوا بالنتيجة انه مافي قرار للموضوع اول امس نعم انا اللي صحيح مزعجني جدا انه كيف هذا قرار ضم بصير في واشنطن منزعج من ان القرار يتخذ في الولايات التحية الامريكية وان ترامب يوزع الاراضي مفهوم لكن اليوم هذا يصور على انه تحدي للامن الوطني الاردني والموضوع وماذا لدينا من خيارات ماذا نملك من خيارات لمواجهة اذا ما حدث كبر الشغلة بتكبر وزغرها بتزغر غور الاردن ضم غور الاردن هذا الغور الفلسطيني شو دخل الغور الاردني مش راح يضموا اراضي اردنية احنا حددنا حدودنا مع اسرائيل بمعاهدة السناء هاي ارضي وهاي ارضا كيف ديجي اخي يضم من عندي اشي هو بده ياخد الشريط الحدودي مع الاردن بالاغوار وفي مستوطنات وفي وفي اكوفرز مائية كبيرة وبالتالي زورنا وبهتانة طبعا انه ارض محتلة هاي نعم فالخطر على الاردن ما فيش خطر على الاردن ما في كلمة خطر على الاردن انه انا بده تضمه شيء بالضفة الغربية انا حطينا خط الفاصل بيننا النهر الاردن فالاردن بيكامل سيادته وما في اشي بيهدد امنه لكن اولا مبدأ اللي ازعج جلالة الملك والديبلوماسية الاردنية كلها انه اولا خروج عن الشرعية الدولية اللي هي حل دولتين انتفقنا عليها على عشرين سنة يا جماعة تيجي ادارة من رئيس وجوز بنته ورئيس وزراء مع يمين متطرف ضد كل العالم تم انا اشبت بالعالم لسه الاتحاد الاوروبي ولسه روشيا والصين وغيرها يؤمنوا بحل الدولتين حتى دول اوروبية عم بتساوي عقوبات على اسرائيل اذا ضمت